أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي عن تعاونه مع كلية الطب بجامعة كولورادو التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات على مستوى الولايات المتحدة بما تضمه من مجموعة متميزة من الأساتذة والأطباء المختصين في عدد كبير من التخصصات الطبية بما فيها علاج مرض الإدمان ونظم المركز بالتعاون مع الجامعة ورشة علمية لمناقشة تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة باستحداث مثل هذه البرامج المتخصصة في هذا المجال وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية وأكد سعادة عبد الرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن المركز بالتعاون مع الجامعة قام بتدريب 30 من أطباء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية من المختصين بالتدريب على أساليب الكشف والتدخل المبكر